وقبل انطلاق المباراة نهائية أقيم حفل ختام المونديال في استادلوسيل بقطر لمدة أكثر من 15 دقيقة أظهرت فيه عروضا مرئية وغنائية ومع الأغاني الافتتاحية استخدموا منظم الحفل تقنية بصرية نشرت من خلالها مجسمات وقعية لدلفين واحدان في أرجاء الملعب بدت وكأنها تحلق في استادلوسيل كما أشارك عدد من الفنانين العرب في أغاني الافتتاح بالإضافة للمغني ناجيري دافيد وآخرين في الحفل الختمية الذي تضمن كذلك عروضا راقصة وقراط لأعلام الدول التي شاركت في المونديال